مرحبا بكم اللانسل كل على موجات الجيدة على الوطنية التونسية البارح كان الموعد مع الدفعة الثالثة من قبل الدورة الثامنة نهائي لمسابقة كأس تونس مباراة كانت دون حضور جمهور في ملعب مصر بالجنات بالمناصير التي حضرت المناصير كانت أهل الحساب مستقبل جابس البارح بعد الانتصار هدفين مقابل سفر أهداف هشام باكار فتيقة 82 وعزيز الورفلي فتيقة 90 في ملعب اللاشاد ليزويتن الأولمبي الباجي تأهل البارح على حساب أمل جربة 2-1 بالنسبة للأولمبي الباجي بعد الحساس الإضافية بعد نهاية الموراة في الوقت القانوني بالتعادل 1-1 حساس إضافية والأولمبي الباجي كان أضاف الهدف الثاني في تقيقة 119 عن طريق البيع الحمر من ضربة جزال بداية كانت للأولمبي الباجي عن طريق محمد الهادي الحدوشي في تقيقة 59 والتعديل جاء بنسبة لأمل جربة عن طريق حسام الزنداح فتيقة 63 نهاية الوقت القانوني بالتعادل 1-1 وقف الحساس الإضافية كما قلنا في الدقيقة الأخيرة 119 ربيع الحمر يهدي الانتصار والتأهل بنسبة للأولمبي الباجي للدور الربع النهاية فتيقة 119 من ضربة جزاء في هذه المباراة تم إقصال لعب أمل جربة محمد الفلالي البارح في ملعب ساقيت الداير نادي رياد البنزرتي كذلك بصعوبة بعد الحساس الإضافية تأهل لدور الربع النهاية من فريق تقدم ساقيت الداير بنتيجة هدفين مقابل هدف نهاية الوقت القانوني بالتعادل 1-1 أحد البداية كانت لتقدم ساقيت الداير فتيقة 72 عن طريق على أعطية نادي رياد البنزرتي عدل فتيقة 86 تعادل 1-1 في الوقت القانوني حساس إضافية وفتيقة 120 بشير رحيبي يهدي التأهل بالنسبة للنادي رياد البنزرتي فتيقة 120 ومباراة مجنونة في ملعب بناروس تأهل سبورتينك بناروس على حساب شبيبة العمران بضربات الجزاء 4-3 بعد التعادل في الوقت القانوني والإضافة 2-2 في مباراة تسابق وتلاحق البداية كانت لشبيبة العمران ثنائية عن طريق إيهب برجب فتيقة 48 من ضربة جزاء كذلك من ضربة جزاء ياسين الصالحي يوضيف الهدف الثاني لشبيبة العمران فتيقة 56 ثم الريمونتادة لفريق سبورتينك بين عروس سجل واجد الماجري تذليل الفريق فتيقة 82 وريانة 7 من ضربة جزاء عادل النتيجة لسبورتينك بين عروس فتيقة 84 واجد الماجري كذلك كان ضيع ضربة جزاء في المباراة فتيقة 72 وقت إيضافي كذلك دون إيضافة أهداف نهاية المباراة بالتعادل سنين الثنين في الوقت القانوني والإيضافي وضربة الجزاء كانت حاسمة لسبورتينك بين عروس أمام شبيبة العمران 4-3 سجل لشبيبة العمران مصطفى سويسي وشمس الدين بن عمر وعلي الماشراوي في المقابل ضيع أيمن والناس ومحمد العكرمي في المقابل سجل لسبورتينك بين عروس يوسف عطلة الرئيان السبعي مالك منه في وجه الماجري وضيع زكري الميليتي مبروك لسبورتينك بين عروس حظ أوفر للجياسو مبروك للسيابي حظ أوفر لتقدم ساقيت الدير مبروك للأولمبي الباجي حظ أوفر لأمال جربا مبروك للإتحاد الرئيان المناصيري حظ أوفر لمستقبل جيس ذكر يوم السابت التأهل بالنسبة للنجد مرياضي سحلي كان على حساب الأهل السفقسي هدف مقابل سفر ويوم الجمعة نادي الأفريق تأهل لحساب النادي القربي 2-1 الملعب التونس يتأهل لحساب القواف الأريضي بجبسة 6-1 والمستقبل الرياضي بيل مارسا كانت تأهل لحساب نادي محيط خارقنا هدفين مقابل سفر نعطيكم برنامج الدورة ربع نهاية لمسابقة كأس تونس الأولمبي الباجي يواجه المستقبل الرياضي بيل مارسا نادي رياض المنزرتي يستضيف فريق سبورتينك بنعروس لاتحاد الرياضي المنسيري في مواجهة للنادي الأفريقي والنجم الرياضي الساحلي في مواجهة لفريق الملعب التونسية هذه مقابلات الدورة الربع النهائي نهاية هذا الأسبوع الموعد مع عودة نشاط البوتول لا دفع الأولى من مقابلات الجولة الثالثة لمرحلة التاتويج مجموعة ليبلايوف يوم السبت القادم 25 مائل جاري الموعد مع مباراة وحيدة تنطلق من ثلاثة ونص في ملعب سوسة مواجهة منتظرة بين النجم الرياضي الساحلي والملعب التونسية يوم الـ 21-26 مائل جاري الموعد مع مباراة منتظرة كذلك كما في ملعب مصر بن جنت بالمنسير الـ 5.5 مطلعشية الاتحاد الرياضي المنسيري مع السياسس في المقابلة مباراة مؤجلة يوم وحد جوان قادم درب العصمة مباراة منتظرة مرتقبة 5 مطلعشية في ملعب حمد العاجر بي برادس مواجهة بين النجم الافريقي والتراجد الرياضي التونسي على ذكرى التراجد الرياضي التونسي لعنده موعد هام جدا يوم السبت القادم مباراة يبدور النهاء الى الشامبينز ليغ الافريقية مباراة في استاد القهرة 6 مطلعشية بتوقيت تونس نذكر مباراة الذهاب في ملعب حمد العاجر بي برادس انتهت بالتعادل سفر مقابل سفر إن شاء الله زينة بالنسبة للتراجد الرياضي التي تونسي من أجل العودة باللقب وتحقيق نتيجة ممتازة إن شاء الله يوم السبت القادم أمام الأهل المصر التراجد قادر أنه يرجع بلقب الشامبينز ليغ الافريقية يلزم التركيز اللي جرين تكون حاضرة في كأس الكافة زمالك المصري البارح توجه بلقب كاس الاتحاد الافريقي لكرة القادم بعد الانتصار في مباراة إيابا دورة نهائي أمام فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدف مقابل سفر هدف أحمد حمدي فتيقة 23 بالنسبة للزمالك مباراة الذهاب كانت 2-1 لنهضة بركان المغربي لفريق المداربة تونسي معين الشعبين اللي كانت البارح شاهدنا فريق ثنائي صيف الدين الجزيري وحمز المثلوثي الزمالك المصري فاز وحد بلايش مباراة رياب وتوجه بكاس الكاف مبروك للثنائي تونسي صيف الدين الجزيري وحمز المثلوثي تتوجه البارح بكاس الكاف وتم اختيار حمز المثلوثي رجل مباراة النهائي البارح من قبل الكاف وحذ أوفر للمداربة التونسي معين الشعبيني مع نهضة بركان المغربي كورة اليد البارح كانت الموعد مع مقابلة الدور النصف النهائي لمسابقة كاس تونس تراجرية تونسي تأهل الدور النهائي بعد الانتصار البارح لبعث ابن خيار 27 مقابلة 23 والنادي الافريقي يعود بورقة العبور لدور النهائي بعد الانتصار في المهدية على المكارم 30 مقابلة 28 مواجهة منتظرة في الدور النهائي بين التراجرية التونسي ونادي الافريقي يوم واحدة جوان القادم تربع العاصمة من جديد في كورة اليد لكن المرة هذه في كاس تونس في الدور النهائي في كورة السلة فرق الاتحاد الرئيس المنصيري وعز السفوفه باللعب الأمريكي أفري هولماز المحترف في الدور المكسيكي نذكر أنه الاتحاد الرئيس المنصيري شارك في نهايات البال انتلاقا من يوم الجمعة القادم في كيجالي رواندا العداء التونسي محمد أمين الجيناوي تأهل رسميا للعباء الأولمبية باريس 2024 لسباق 3000 متر موانع بعد تحقيقه البارح المركز الثامن في الجولة الرابعة من الملتقيات الدور الماسي لألعاب القوى بمدينة مراكشة المغربية بتوقيت 8 دقائق 13 ثانية 86 جزء بالمئة مبروك لمحمد أمين الجيناوي ماشستر سيتي الأنجليزي يتوج البارح رسميا بلقاب البرمير ليغ الأنجليزية جديدة تتويج بالنسبة للمان سيتي وتتويج جديد للمدارب جوارديولا عملاقة تدريب في العالم 17 لقاب مع المان سيتي 14 لقاب مع برشلون الإسباني و7 لقاب مع البيرن أرقام مفزعة للمدارب جوارديولا هكذا نكمل فلاش سبور متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية تونسية إلى اللقاء